في مسألة حلوة في كتاب الامتحان اللي هي 59 في شكل مقابل سلكين مستقيمان السلكين دول متوازين يمر بكل منهما طيار كهربي كما بالشكل بحيث تكون النقطة X عند موضع التعادل بتبعد مسافة A عن السلك 2 فإذا زادت شدة طيار السلك 2 إلى 4 أمبير وزيحت نقطة التعادل مسافة 10 سنطي فإن المسافة دي بين محوري السلكين بتساوي طيب تعالوا كده هو طالب ايه؟ هو طالب في المسألة دي البعد ده كله عايز المسافة اللي بين السلكين طيب معلوماته معلوماته إن أنا عندي سلكين اتجاه الطيار فيهم في اتجاه واحد وبالتالي هنا هيبقى طرح وهنا هيبقى جمح طيار دون 4 أمبير وطيار دون 1 أمبير في نقطة ايه؟ موجودة في منطقة الطرح بيقولي إن النقطة دي نقطة التعادل في هذه الوضعية نقطة التعادل بتبعد مسافة ايه؟ واضح إن المسافة ايه؟ أقل من المسافة اللي بتبعد بها النقطة عن السلك التاني ده طبيعي لإن نقطة التعادل بتبقى قريبة من السلك اللي فيه طيار قل بتبعد مسافة ايه؟ عن السلك اللي بيمر فيه واحد أمبير طيب دلوقتي عشان أجيب الدي هلاحظ إن المسألة دي فيها مجهولين الدي اللي هو طلبها مني مجهولة والبعد اللي بتبعده نقطة التعادل في الحالة الأولى عن السلك واحد أمبير مجهولة فالمسألة اللي بيبقى فيها مجهولين لازم تتحل بمعادلتين هجيب المعادلتين منين همشي مع المسألة لحد الفصلة قبل الفصلة هجيب معادلة وبعد الفصلة هجيب المعادلة التانية قبل الفصلة بيقول لي اني دي نقطة تعادل فاحنا هستخدم هنا قانون التعادل I1 على D1 بتساوي I2 على D2 طيب انا عندي هنا الطيار A1 بكام A1 قمته بربعة على بعده ما هو أنا هاعتبر الحتة دي كده D ناقص A مش كل ده دي يبقى دي الجزء الباقي من الدي يبقى دي D ناقص A يبقى طياره على مسافته اللي هي D ناقص A تساوي الطيار الثاني على بعده عن نقطة التعادل اللي هي ايه هدلا بترفين فاصلين يبقى دي ناقص A بيساوي أربعة A هوادي ناقص ايه ناحة تانية بالموجب طب اربعة ايه زائد ايه خمسة ايه بتساوي ايه دي بانا وصلت لمعادلة فيها العلاقة لبين الدي و ايه او جبت الدي بدلالة مجهول منه ماشي بدي هسميها رقم واحد هنمشي بعد الفصلة هيقولي ذات تشد الطيار السلك التاني بقت اربعة امبار طيب لما الطيار ده يزيد لاربعة مش انت هتلاحظ ان ساعتها هيبقى طيار ده قد ده تمام طيب ما هكده لما يبقوا الطيارين قد بعض ما ينفعش دي ده دنها في مكانها ونقول عليها نقطة التعادل ليه لان نقطة التعادل لما بيكون الطيارين في اتجاه واحد ومتساويين بتبقى في المنتصف ما هو قال لي كده قال لي لو زادت شدة الطيار السلك التاني لاربعة هتزاح نقطة التعادل ما هي لازم تنزاح طب هتنزاح تروح فين لازم تزاح الى المنتصف علشان الطيارين بيساوي بعض لازم تبقى نقطة التعادل في منتصف المسافة اللي بينهم ففعلا لازم تحركها كده اليمة دي لغاية ما تبقى في نص المسافة يعني ايه يعني تبقى الحتة دي كلها كده دي على اتنين والحتة دي دي على اتنين نص المسافة بالزبط تيجي هنا نقطة التعادل قال لك ازيحة نقطة التعادل مسافة عشرة سمتي يبه هي لما هتنزاح انا عارفة انها هتزاح نحية دين نحية المنتصف بحيث تبعد عن السلك ده كام دي على اتنين وتبعد عن السلك ده كام دي على اتنين يعني تبقى في منتصف المسافة اللي بينها طيب هكون معادلة ازاي هقول دلوقتي ان انا عندي اللي هي انزاحة كام عشرة سنتي يبه هقوله الايه زائد العشرة سنتي اللي تحركتهم في الايه زائد العشرة انا كده بقيت في منتصف المسافة يعني الايه وزائد الازاحة اللي تمت وصلت نقطة التعادل للمنتصف يبه الايه زائد العشرة وصلوا الازاحة الى دي على اتنين تمام طيب ما نضرب في اتنين عشان نخلص من الاتنين ده بس لما نجي نضرب في اتنين هنضرب هنا في اتنين وهنا في اتنين هنوزع يعني اتنين ايه هتتوضع اتنين في عشرة بعشرين بتساوي الدي طيب انا ممكن هنا عايز اجيب الدي طيب والايه مجهولة اجيب الايه من هنا هي الايه هنا بكام بدي على خمسة يبقى اتنين في دي على خمسة شلت الايه زائد العشرين هتساوي الدي طيب هسيب الدي في مكانها وابعت لها خمسين دي بس بإشارة مخالفة يبقى سالب خمسين دي وسب مين العشرين طيب بالقال حسب كده واحد عشرين منه الخمسين هيبقى الناتج ستة من عشرة دي بساوي عشرين يبقى الدي هتساوي عشرين عالستة من عشرة هتطلع بتلاتة وتلاتين وتلاتة وتلاتين من مية وهي وده اللي كان بيسألني عنه قيمة الدي يعني الاختيار هيبقى رقم دي